السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا على يوم السبت اثنين كانون الاول ديسمبر طبعا القمر اليوم استقر في برج الاسد ورح يظل موجود في برج الاسد لغاية الساعة 53 دقيقة من صباح يوم الاثنين لينتقل بعديها القمر لبرج العذرة القمر الان موجود في منزلة الجبهة وهي منزلة للصلح واتفاق الشركاء والضغط على العدو ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 58 دقيقة من صباح اليوم الجمعة لينتقل القمر بعديها لمنزلة الزبرة وهي منزلة للربح والحرية والصلاح والاصلاح القمر بما انه موجود في برج الاسد معنات الناس من حولنا في هذا الوقت اكثر كرما مما اعتدنا من الناحية المادية والعاطفية وبينصب التركيز على الفرح والترفيه والتجميل وممارسة الهوايات ومشاركة العاطفة مع الحبيب يمكننا التواصل مع المسؤولين ومحاولة اجراء استفسارات ونصائح بشكل صحيح برضو بيمكننا تعزيز العلاقة مع احبانا وابنائنا ويمكننا ايضا انه نقترض بعض المال او نستثمر او نهتم بامور تتعلق بالمجوهرات الثمينة او الاشياء النادرة ومنكون جريئين اكثر وممكن نرتدي ملابس انيقة لانه اليوم الاهتمام بالنفس رح يكون عالي او نهتم بمظهرنا الخارجي لانه بيلفت انتباه الاخرين بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية تثليث ايجابية رح تكون بين القمر وبين المريخ هاي الزاوية رح تكون ذروتها الساعة 22.47 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي ومنندفع للاهتمام بصحتنا اكثر بتزيد من شجاعتنا وحماسنا وهذا الوقت المناسب للدفاع عن افكارنا وحقوقنا والقيام بخطوات مهمة اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين المشتري هاي الزاوية رح تكون ذروتها الساعة 5.44 دقيقة صباحا يجب توخي الحذر ممن يحاول استغلال طيبتنا وكرمنا تجعلنا نرى المشاريع بحجم اكبر من حقيقتها بنثق في وعود غير واضحة او منقبل باقتراحات غير منطقية لازم نكون متيقضين في نفقاتنا ونتجنا بالافراط في الاكل اللي ممكن يعرضنا لعسر الهضم او التخمة اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث ايجابية بين القمر وبين الشمس هاي الزاوية رح تكون الساعة 11.44 دقيقة ظهرا منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنتلقى المساند والدعم من الاصدقاء منتجه لتغليب العقل منصبح اكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا بتساعدنا على التوازن والثقة بالنفس ونجاح بالعلاقات العاطفية اما بالنسبة للزاوية الاخيرة وهي زاوية تزديث ايجابية بين عطارد وبين زحل هاي الزاوية ذروتها اليوم الساعة 23.26 دقيقة عصرا من الزوايا البطيئة فهي بتعزز قدرتنا على تحليل الامور مناسبة للعمل الفكري والمقاومة الجسدية نتصرف بحكمة ومن ثابر في اعمالنا ومشاريعنا هذا الوقت المناسب لتنفيذ اعمال فكرية بتطلب التركيز او لانجاز مضربات عقارية بالنسبة للعضاء اللي في جسمنا الاكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الاضافية وما نجري لها عمليات جراحية كبرى عند القلب الشريان الاورطي دورة دموية ضغط الدم معدل ضربات القلب العمود الفقري والظهر والجانبان للفحصات الطبية مراجعات عمل تخطيط مثلا اخذ علاجات ما في اي مشكلة ولكن عمليات جراحية كبرى ما بنصح فيها الا اذا كانت اضطرارية اما عمليات صغرى ما في اي مشكلة باقي عضاء الجسم ما في اي مشكلة للعمليات الجراحية هذا اليوم يعني مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن الجراحة يصلح لازالة الشعر الزائد بالليزر او بالطرق التقليدية يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ والحنة ولكنه لا يصلح للقص العلهجي بالنسبة للقمر بما انه موجود في برج الاسد خلو المسار القادم بيكون صباح يوم الاثنين الساعة ثنتين وحد عشر دقيقة صباحا بيبدأ خلو المسار وبيستمر لغاية الساعة ثلاثة وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج لا يستقر القمر بعدها في العذراء اما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المحدب عمره تسعة عشر يوم في تمام الساعة سبعة وتمان دقائق مسان بصير عشرين يوم نسبة الاضاءة واحد وسبعين في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في القوس حتى يوم اثنين وعشرين اتناش سعيدة بنسبة عشر في المية القمر في الاسد حتى يوم اربعة اتناش سعيدة الان بنسبة خمستعش في المية في ساعة العصر بصير منتحس بنسبة عشر في المية عطارد في الجدي حتى يوم 13-12 سعيد بنسبة 45% الزهرة في الميزان حتى يوم 4-12 سعيد الآن بنسبة 45% في ساعة الفجر سعيد بنسبة 15% المريخ في القوس حتى يوم 4-1 منتحس بنسبة 10% المشتري في الثورة بيتراجع حتى يوم 31-12 سعيد بنسبة 10% زحل في الحوت حتى يوم 29-6 سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 27-1 منتحس بنسبة 5% نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 6-12 منتحس بنسبة 15% إبلوتو في الجدي حتى يوم 2-5 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم الأجواء قوية جدا على المستوى العاطفي اليوم بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم طبعا مش على المستوى العاطفي لحاله له في كثير من المزايا الإيجابية وبرضو الأجواء جيدة لقضاء وقت ممتع مع أحبائنا فترة مثمرة إيجابية اليوم شراقتك رائعة بتسحر الكثيرين بحضورك الباهر الجو مناسب اليوم للمغازلة المصالحة تكرار المحاولات يعني الأجواء فيها كثير من المزايا الحلوة والجو مناسب لتلبية الدعوات والاهتمام الشخصي أيضا في بعض الفرص للمكاسب المالية برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا اليوم التركيز على البيت على العائلة هذا أكثر شيء اليوم رح يسيطر عليك فعشان هيك بتحتل الأمور البيتية والعائلية القصة الأكبر من تفكيركم ممكن تجدوا تعاون من أحد أفراد العائلة أو ممكن تهتم أو تضطر للاهتمام بتصلحات منزلية أو استئجار بيت أو ترتيب أو أي شيء بيتعلق بالمنزل أهمش أنك ما تفقد الاتزان وثقة الأحبة بالنقاش والحوار اللي ممكن في لحظات يكون يعني حاد شوي اضبط أعصابك وبرضو ممكن يكون في قلق حول أو بشأن صحة أحد أفراد العائلة أو ربما مسألة شخصية ولكن بدك تحذر من المصاريف الإضافية بالنسبة لما أوليد برج الجوزة طبعا اليوم نشاط عالي جدا اليوم عندك رغبة بالتنقل وبالاتصال وبالحركة وبالنشاط وبالرياض وبكل شيء فعشان هيك بتكثر الاتصالات والتنقلات ومنكم أشخاص اليوم ممكن يخرج في نزهة قصيرة أو يكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار اليوم برضو بتتمتعوا أنتوا بسرعة بديهة وخاطر وقدرة على الإقناع والحوار والنقاش وباستطاعتكم مناقشة الأمور الصعبة وطرح أفكار جديدة ممكن تحصل على فرصة جديدة تفسر من خلالها مشاعرك أو تبرر مواقفك برضو الأجواء جيدة للمقابلات وللامتحانات برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا القمر اليوم موجود في البيت الثاني يعني التركيز رح يكون على المال أو على الأمور المالية ممكن تحصل على بعض المكاسب المالية اللي عادة بتيجي من عمل إضافي أو مستردات، هبات، دعم، هدية، أشياء من هذا القبيل ولكن بدكوا تحذروا من أي خطوة مالية جديدة بدكوا تدرسوها بشكل جيد وتستشيروا بهذه الفترة وخصوصا إنه إذا إجتوا بتكتشتروا إشي ثمين ممكن تعالج استحقاق مالي أو ترتب مواضيع فوتير ودفعات أهم شي إنك ما تتسرع بتوظيف الأموال بل دقيق بالتفاصيل بتطمئن خواطرك نوعا ما وبتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ أهم شي اتفائل برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا اليوم خلص القمر صار موجود عندكم معناته اليوم في نشاط في حيوية في قدرة على الظهور رغبة بإنجاز وتحقيق أمور كانت متعطلة في الأيام الماضية فعشان هيك الطاقة عالجة جدا اليوم نشاطك رجعلكم بطاقة الكاملة بوسعكم المبادرة بخطوة جديدة أو تدعيم مركزكم الاجتماعي أو التقارب العاطفي برضو بيعطيكم انفراج وتقدم ملموس بعد أيام كانت ضغطة عليك أهم شي إنك تتحلى بالحكمة والواقعية في حل بعض الأمور بتشتد عزيمتك وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وبتحقق نجاح بهر بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا القمر للأسف صار موجود في بيت المتاعب فعشان هيك بسيطر التعب عليكم اليوم حاولوا قدر الإمكان تضبطوا عصابكم نظموا أموركم حافظوا على صبركم المعهود أثناء تصريف الأمور وأثناء التعامل مع الغير لأنه اليوم ممكن أدفه الأمور تستفزك فضبط العصاب مطلوب حاول ما تدخل بنقاشات وحاول ما تتخذ قرارات حاسمة في حياتك ممكن تتذمر من تأخير أو سوء تفاهم أو التباس حاذر من البدء بأي شيء جديد اعمل بشكل روتيني لا تسمح للقلق أنه يسيطر عليك ويمنعك من العمل والنشاط فعشان هيك بقولك اعمل بشكل روتيني ونظم أمورك برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا اليوم بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا لأصدقاء منكم أشخاص ممكن يتلقى دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة اليوم الأجواء رائعة على المستوى الاجتماعي وحلاقاتكم بأصدقائكم ومعارفكم وممكن بعض الأمور تحلها أساسا بمساعدة أحد الأطراف أو أحد المعارف حاول أنك تطلب المساعدة وبرضو ما تتردد بتقديم المساعدة بدورك لأحد الزملاء أو الأصدقاء أو الجيران وحاول أنك ما تبقى وحيد لأنه ما كاسبك اليوم من علاقاتك الاجتماعية فعشان هيك أخرج للقاء الناس برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا بيتركز اهتمامكم اليوم على العمل أو على مجال العمل أو اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو اللي إلهم تعامل مع رؤسائهم اليوم أو التواصل معهم حاول أنك تقدم أفضل ما لديك لأنه اليوم ممكن تحقق إنجاز أو تحرز تقدم مفاجئ إذا كنت متقن عملك يكون في ترقية أو ترفيع أو تكريم ممكن تظهر بعض المتاعب العائلية أو الشخصية المطلوب إنك إنك تكون على قدر المسئولية حاول ما تشوه سمعتك أيضا بتصرفاتك برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا اليوم بتنشطه في مجال السفر والاتصالات البعيدة والحوارات والنقاشات والامتحانات والدراسات والأمور الفلسفية والدينية والعاطفية يعني كل شيء اليوم رح يكون نشيط حتى القضايا القضائية والأوراق القانونية اليوم ممكن تشارك في حملة أو ورشة عمل وبتشتد رغبتكم اليوم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم ممكن تلتقي بوجوه وآراء وثقافات مختلفة الأجواء اللطيفة بتحيط بحياتك وهذا الشيء رح يعطيك طاقة حلوة جدا فعشان هيك حاول أنك تعزز علاقاتك الاجتماعية العائلية العاطفية لأنها فترة مثمرة على جميع الأصعاد برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا اليوم بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة فعشان هيك التركيز اليوم كله على الأموال المشتركة اللي معك شريك فيها بنك، ضريبة، تأمين، مالزوج، زوجة كل هذا اليوم رح يكون الاهتمام فيه حتى المواريث والحقوق ممكن تهتم فيها من جهة ثانية فيه فرصة لمكسب بيجي من شراكة أو تعويض ولكن من جهة أخرى يجب الحذر من أي شراكة مالية جديدة بدك تدقق بتفاصيل العقد أو الشراكة هاي وتدرسها وتستشير أهل الاختصاص قبل الإقدام عليها ما بناسبك أيضا إطالة الخلافات والزعل حاول أنك تسارع لتقريب وجهة النظر باستطاعتك إدارة المفاوضات بشكل جيد ولبق وممكن بعضكم يناقش موضوع إرث أو موضوع مالي بالنسبة لما أوليد برج الدلو طبعا القمر موجود مقابلك تماما اليوم فعشان هيك اليوم بترغبوا في تدعيم شراكاتكم سواء شراكة مالية أو عاطفية أو علاقة الأزواج هذا اليوم إذا استغلته بهذا الأمر لأنه هذا اليوم مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني يعني أي عمل اليوم بدك تتممه خلي معك شخص خليه اللي يبادر في الموضوع أو يقدم لك الموضوع فعشان هيك المعاونة هاي هي اللي بتتمم الأمور لأنه انت طاقتك ضعيفة سهل استفزازك سهل إنك تتراجع تنسحب فعشان هيك خلي حد يساعدك حاول إنك ما تنفعل ما تتوتر ما تعصب لأنه مش لصالحك برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا اليوم بيبدأ العمل بالتراكم لديكم تدريجيا لأنه القمر صار موجود في البيت السادس حاولوا إنك تنجزوا فقط ما بوسعكم من العمل دون المبالغة في ذلك حاول إنك تعمل الأشياء أو الأعمال الموكلة لا إلك المهمة قبل ما تنتقل لعمل آخر عشان تنجزوا لأنه في كثير من موليد برج الحوت رح يتراكم العمل عندهم أو يتهربوا من العمل أو يضطروا للعمل وقت إضافي أهم شيء إنك ما تسمح للواجبات بالتزامن ولا بالتراكم وحاول إنك تنظم وتحسن إدارة الوقت أهم شيء ما فيه داعي للمشاكل مع زملائك بالعمل هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء